اشتركوا في القناة وعبد الحفيظة الحديث عن حسم الدوري يضر الاهل وعلي معلول يغيب عن لقاء المقاولون وايمن اشرف جاهز موسيقى التاقل كبتل محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي بالخيادات الادارية الجديدة التي تم تعينها مؤخرا لشغل المناصب الخالية بالنادي في مختلف فروعها وحفى كبتل محمود الخطيب القيادات الجديدة على ضرورة التحلي بالاندباط والدقة والتفاني في العمل واستدعاء روح الفانيلا الحمراء من اجل قيادة العمل بالتفاقة والضبطين خدمة متميزة لاعضاء النادي في ظل الاستعداد لاطلاق خطة النادي نحو تطوير مختلف فروعه وحضر الاجتماع محمد امرجان المدير التنفيذي للنادي ومدير الفروع اضافة الى 13 مديرا ورئيس قطاع تم تعينهم مؤخرا اكد كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكولر الفريق الحول لقرة القدم من نادي الاهلي اهمية مباراة المقاولون العرب المقبلة والمحدد لها يوم الاثنين القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز واوضح مدير القراء ان اي حديث عن حسم الاهلي لبطولة الدوري من الان سيكون ضارا لمشوار الفريق وما يقدمه الاهلي من نتائج واداء مشددا على ان الدوري ينتهي مع استحالة تعويض فارق النقاط وهو ما لم يحدث بعد اشهد الجهاز الفني لقرة القدم بالنادي الاهلي بالجنوب افريكي فاكا والذي ظهر بشكل جيد مع زملائه في مباراة المقاولون العرب الاخيرة واكد كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة ان ما قدمه فاكا هو مجرد بداية واصراره على المشاركة وافذات ذاته والفزامه بتعليمات الجهاز الفني سيكون له مردود مميز عليه في الفترة المقبلة انتظم ايمن اشرف ظهير ايصر الفريق الاول بالنادي الاهلي في تدريبات الفريق الجماعية اليوم السبت بعدما اكتمل شفاؤه واكد الجهاز الطبي لنادي الاهلي ان اللاعب تخلص من الاجهاد العضلي الذي عانى منه مؤخرا وبات جاهدا للمشاركة في مباراة المقاولون العرب ويستعد الاهلي لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين والمحدد لها الاثنين القادم خضع محمد هاني مدافع الفريق الاول لفحص طبي جديد على هامش مران الفريق الجماعي اليوم السبت ويحسم الجهاز الطبي موقف هاني اليوم من اللحاق بمباراة المقاولون العرب من عدمها وسكهاني من الالم في أسفل الظهر بمباراة المقاولون العرب الأخيرة وما دفع الجهاز الفني للتبدال وبين شوقي المباراة تأكد ذي ياب علي معلولة ظهر ايصر الفريق الاول لقوة القدم النادي الاهلي عن لقاء المقاولون العرب المقبل في الجولة الثالثة والعشرين والمحدد لها الاثنين القادم واكد الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب مستمر في أداء برنامج التأهيل على مدار ثلاثة أيام المقبلة وسيخضع لفحص طبي بعد لقاء المقاولون العرب ويحدد موعد عوضته للتدريبات الجماعية يعاني معلولة من شد في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في مباراة المقاولون العرب الأخيرة تقرر أن يسمر رمي ربيع مدافع الفريق الاول لقوة القدم بالنادي الاهلي في ألمانيا لمدة أربع أسابيع مقبلة وقال كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة بالنادي الأهلي أن اللاعب خضع لجلسة فحص طبي مع الطبيب الألماني الذي أكد صحة التشخيص الذي خضع له اللاعب في القاهرة وضف مدير الكورة أن ربيع خضع لحقنتين فلازمة في ألمانيا ويقوم بأداء برنامج علاجي طبيعي وأوضح أن ربيع سيخضع لإجراء نفس عملية الحقن بعد أسبوعين بحقنتين فلازمة ويستمر بعدها أسبوعين من العلاج الطبيعي قبل العودة للقاهرة وضف أن مدافع الأهلي سيعود من ألمانيا ببرنامج تأهيل وعلاج طبيعي محدد في اليوم وصل الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي تدريباته اليوم السبت استعدادا لمواجهة المقاون العرب في الجولة 23 لطولة الدوري الممتاز ومن المقرر أن يفتتم الفريق تدريباته غدا للأحد على أن يدخل معصرا مغلقا بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة استعدادا للقاء مزيد من التفاصيل نعرفها من زميلنا محمد سعيد مرئيس القناة النادي الأهلي مساء الخير يا محمد مساء الخير يا محمد أهلا بك وأنا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي آخر أخبار تمرين النادي الأهلي استعدادا لمطش المعولين نعرض التدريب كان التدريب الرئيسي لفريق النادي الأهلي طبعا استعدادا لمواجهة المقاون العرب بإذن الله بعد غد على استاد القاهرة الدولي ممكن تجريب النهاردة هو الأساسي لأنه جدا بالتأكيد بليلة المباراة يكون تجريب شافيه ما عن الإجهاز أو تعرض أي العيش من الإطابات لكن النهاردة تقدر تقول بشكل عام السابق حسام البدري والجهاز الفني إسمعنا بشكل كبير جدا على عناصر قد شارك في هذه المباراة بخلال المجموعة الأساسية التي شاركت فيه اللقاء الأول على الساد بيتر السفور وضع الجهاز الفني بقيادة كابتا حسام البدري المنح لعدين الأساسيين الذين شاركوا في هذه المباراة المؤجلة راح من المران البدني والجماعي اليوم وفضل أن يكون تدريب استشفائي بالعشر لاعبين بخلاف محمد الشناوي حارس المرمى والذين بدأوا في التشكيل الأساسية في مباراة المقاولون الأسابقة ثم انخرط الجهاز الفني في التدريب مع بعض اللاعبين وانقسم التدريب إلى جزء تخصصي في التدريب على التزديل على المرمى من على مسافة الثمنتاشر وثمنتاشر يرضى ثم تدريب على الجمل الخططية والتقسيم اللعب في مسحات ضيقة واللعب بيكورة بشكل تريع في مسحات ضيقة في وسط تمالعب مختار التش كل اللاعبين شاركوا في التمرين فيما عدا سعد سامير وعلي معلول وأحمد حمد أيمن أشرف الجهاز الفني يفضل أن يشارك في الجزء البدني لكن استبعده من التأسيم الجامعية خاصة يعني أن يتعرض لي الصباح خاصة أيمن راجع من إصابة عضلية من فترة أوليلة لكن بخلاص كده وليد سليمان النهاردة الجهاز الفني اطمعنا على حاله بشكل كبير وشارك في التأسيم الجامعية وظهر بشكل جيد جدا قد يتواجد مع الفريق في مباراة المقاولون العرب أما مران مقيم انتصل للشفاء بشكل كبير وكان متقلص بشكل لافت النظر في تدريب اليوم الشيء اللافت في النظر كمان محمد وأنا أكلمك عن التمرين في التزديد على الضربات السبتة والتزديد على المرمى أفضل تزديد النهاردة ظهرت في هذا المران كانت تزديد حصام عشور كان فيها إتقان بشكل كبير جدا ودخلت في الثمانيات في مرمى محمد الشناوي كانت تزديدة قوي جدا من حصام عشور لكن بشكل عام كان فيه تميز بالنسبة لللاعبين في تزديد النهاردة على الرقالات السبتة محمد عايز أسألك بخلال رؤيتك هل تتوقع أن يكون فيه تبديلات أو تعديلات في تشكيلة النادي الأهلي من فارق اللقاء الأول وعن اللقاء الثاني؟ محمد هاني بالطبع مش هيكون في التشكيل الأساسية في المباراة القادمة عكس المباراة السابقة لأنه بعرض للإنسانة أو غاب فالأقرب بالمشاكة في هذا المكان أحمد فاتفي ودو جواره محمد نجيب خاصة أن عيمن أشرف حتى تدريبه اليوم لم يصل فيه المراني الجماع وبالتالي إن كان يتعودته للتشكيل الأساسية أو توابضه حتى في مباراة المقلومة العرب طب بالنسبة لمحمد عبد المنعم هل شارك النهاردة في شكل كويس؟ الناشئ محمد عبد المنعم خلال الفتر الأخيرة جهاز الفاني بيعتمد عليه التقسيمة ومتواجد بشكل كبير في التدريبات خلال الأولى الأخيرة أو تحديدها خلال الشهر الأخير لكن مسألة مشاركته الجهاز الفاني للناجي الآلي كابت الحسام يعني بيعتمد أكثر على عنصر الخبرة في الدور العام لأنه يريد أن ينهي المتابقة مبكرا ويأحز العديد من النقاط عشان يوسع الفارس لكن محمد عبد المنعم حسب مسألة حتى كابت الحسام البجر عليه فترات صادقة هو في الحزبان لكن هيختار التوقيت المناسب للدفع لي مباراة الغد يعني مباراة قصد بعد غد يعني الأقرب للمشاركة في خط الدفاع هو أحمد فتري ومحمد ناجي بقى التشكيلة ما فيهش خلال كبير ممكن حسام عشور يبدأ المباراة السابقة أو يستمر إشان محمد مع الصلاية لكن بقى التشكيلة تسيب بشكل جيد جدا وجهاز الفاني النهاردة كمان كان خريص ثم طلع الباقة وحتى الجهاز الفاني كان السمع عدد من اللاعبين كده أثناء المران لكن على همش المران قبل ما اختم معاك الحديث عن تدريب الأهلي محمد من كابتل محمود أخفيد النهاردة حضر حوالي جزء هذا مدة خمس دقايق من تدريب طريق النادي الأهلي وكان فيه تشاور وأحاديث بينه بالكابتل حسام البدر المدير السن والكابتل حفيد ومدير ألقص طيب محمد كنا سمعنا أن فيه تواجد لتلفزيون المغربي في مراني اليوم هل حدث ذلك؟ حدث يمكن عايزة حدث لك بالضبط هي القناة الأولى الرياضية المغريرية كانت متواجدة اليوم في تدريب طريق النادي الأهلي بقاميرا لتصوير جزء من المران والتركيز على أداء وليد أزارو مع طريق النادي الأهلي وحرصت الطاقم العامة من التلفزيون المغربي أو الرياضية المغربية على التدريب مع كبتل فتما البدري ووليد أزارو وهو تقرير استقطائي حسب معلنت من الزملاء في التلفزيون المغربي وهو تقرير استقطائي عن المحترفين المغربة الفترة الحالية في الدوريات الخليجية والعربية لأن نفس الأمر بيتم لتسجيل بعض النفعات الحصرية مع العادين المغربة المحترفين في الدوري الفرنس وهو تقرير شامل يتأمن في الفترة الحالية لأحدى البرامج الرياضية التي تحدث عن العادين المغربة المحترفين خارج المملكة بانتباعهم عن وليد أزارو ومحمد أكيد تحدثت معهم تحدثت معهم في مسألة الفكرة نفتها هم شايفين تقلق وليد أزارو وتربعه على عرش الهدفين للدوري المطري لأول مرة في أول سنة ليه مع الناجي الأهلي ده لفت الأنظار بشكل كبير جدا ليه هناك وفكرة إنهما بيلقض ضوء على وليد أزارو خاصة إن التوقيت الحالي هناك في المغرب يعني فكرة إنهما مش متواجد مع المنتخب المغرب الأول من هيردي رينار الصحافة المغربية بتلقض ضوء بشكل كبير على هذه المسألة تعتبر علامة استفهام علامة استفهام كبيرة دور التلفزيون المغرب النهاردة أنا شايف حتى متواجدين مع وليد أزارو فكرة إنهما استاد يتربع على عرش الهدفين الدوري المصري الدوري المصري هم هنجد يصنفوه في المغرب من أقوى الدوريات بعد الدوري السعود يعني بالأقوى من كده هم بيصنفوا الدوري المصري أقوى من الدوري المغربي فده شيء يتم محطة مهمة لمهاجم مغربي قد يستفيد فيه المنتخب المغربي في لان الفترة القادمة خاصة أنه مقبل كان المنتخب المصري على تصفيات كأس العالم وده شيء يتعيدنا لأنه ده على فكرة عامل رد فعال إيجابي على اللاعب نفسه أنا كنت لسألك انتباعه أكيد كان إيجابي أنا ما سألتش وليد لكن تلقائيا أكيد رد فعال إيجابي وقام إنك مثلا لو لعب مصري وجهات قنارية دية مصرية سفرة مثلا محمد صلاح لفرغول أو محمد المينة الأرسنال يستعمل تقريب التخطيع عنه فبيحس أن اهتمام الإعلام الرياضي في بلده عليه ده شيء إيجابي بأدفة مع نواية قوية بالمثال زميلنا محمد سعيد مرئيس القناة النازل الأهلي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة أروح مع حضراتكم لأخبار قطاع الناشئين تكرر كابتن عبر عبد المجد مدير قطاع الناشئين دي نادي الأهلي صرف مكافأة إيجادة لكل اللاعبين والجهاز الفني لفريق مشائي كرة القدم موليد 2001 وجاء صرف هذه المكافأة لللاعبين والجهاز الفني بعد الأداء الرائع الذي قدمه الفريق أمام الإسماعيلي أمس الجمعة وتحقيق الفوز بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف ضمن منافسات بطولة منطقة القهر أشهد كاتن عمرو بالمجد مدير قطاع الناشئين بأداء فريق الناشئين لقرة الخدم موليد 2003 خلال مباراة أمتي التي انتهت بصالح النادي الأهلي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين خاصة أثناء ميدو نبيل وإبراهيم عبد الحكيم وقال كابتن أبو المجد أن أكثر ما لاحظه في المباراة وكفاح اللاعبين وأصررهم على تحقيق الفوز وتأكيدوا بأحراز هدف بعض الآخر وأكد كابتن أبو المجد أن استمرار اللاعبين على هذه الروح العالية داخل المستطيل الأخضر سيجعلهم يستعيدون صدارة الترتيب في بطولة منطقة القاهرة قريبا وإلى متابعة الأخبار المحلية دع المهندس هانيا بوريدا رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم رؤساء أندية القسم الأول لمصابقة الدوري العام للاجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد في تمام الواحدة ظهر غابل أحد بمقر الاتحاد بالجزيرة وذلك للمشاركة في وضع ميطاق ملزم لجميع الأطراف فيما يتعلق بعودة الجماهير لمدرجات ملاعب كرة القدم المصرية مرة أخرى وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق أعزمه على أعادة الجماهير في مباريات بطولة كأس مصر المقبلة بعد حصوله على موفقات الجهات المعانية في هذا الشأن أعلنت لجنة شؤون اللاعبين بالتحاد المصري لكرة القدم تقريرها النهائي عن فترة الانتقالات الشطوية للموسم الحالي 2017-2018 حيث أشار إلى أن العدد الإجمالي لللاعبين الذي قامت أندية القسم الأول إلى 2018 بإدفاتهم بلغ 108 لعب وقالت اللجنة في تقريرها أن الفريق الرجاء أكثر الفرق التي أضافت لعبين بواقع 18 لعباً يلي فريق سموحة ومصر المقاصة وقد أضافن كل منهما 8 لعبين يلي هما فريق فرق الذمالك والاتحاد السكندري وكتروجيتو ووادي بيجلة بإضافة كل منهما 7 لعبين يأتي بعدها فرق المصري وطلاع الجيش وطنطا وقد أضافن كل منهما 6 لعبين في مقام فريق الأسيوتي والإنتاج الحربي بإضافة 5 لعبين لكل منهما يلي ها فرق فريق الداخلية بإضافة 4 لعبين ثم الأهلي والمقاولون العرب والنصر وإنتي بـ 3 لعبين لكل منهما فيما جاء فريق الإسماعيلي في آخر القائمة بإضافة لعبين 2 فقط أعلى المجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري رحيل الإسباني وعندما كده عن تدريب الفريق الأول لقرة القدم وجاء رحيل المدرب الإسباني نظرا لتدهور نتائج الفريق في الفترة الأخيرة والتي كان آخرها الخسارة أمام الإنتاج الحربي ومن قبلها الأهلي ويكثف مجلس إدارة الاتحاد اتصالاته مع مدرب محلي من أجل فيادة الفريق في المرحلة المفجلة اكتسح فريق الأسيوتي سفورت ضيفه النصر بخمسة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري وسجل أهداف الأسيوتي بنسون تشيلونجو في الدقيقة 23 ثم أضاف إسلام سيوم في هدف الثاني في الدقيقة 37 ومهند لاشين في الدقيقة 58 وإيزاك مولنبي في الدقيقة 71 وعمر كمال في الدقيقة 82 من رقل التأجزاء فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للنصر حجاج عويس في الدقيقة 20 ورفع الأسيوتي رصيده إلى 29 نقطة في المركز العشر بفارق الأهداف أمام طلاقع الجيش وتوقف رصيد النصر عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر والأسيوتي الأهل فوق الدمية وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى قرر كابتن عاصم حمد المديب الفني لقرة اليد الرجال بالنادي الأهلي مواصلة التدريبات بدون راحة بعد أن خاد الفريق مبارتين أمام فورسعيد ومنتخب 98 يومي الخميس والجمعة في بطولة الدوري وخاد الفريق ميرانا بدنيا في الجيم الخميسة مساء اليوم ثم يتمل ميرانه بالنواحي الخططية في السادسة مساء بصالة الأميرة عبدالله الفيصل استعدادا لمواجهة طلاقع الجيش المقرر لها الاثنين القادم في الدوري ويخوض الفريق مباريات مباريات قوية في الجولة القادمة من مصابقة الدوري حيث يواجه طلاقع الجيش يوم الاثنين وهيليابلس يوم الثلاثاء أعدت اللجنة العليا المنظمة لبطولتي أفريقيا لكرة الفائرة رجال وسيدات بالنادي الأهلي برئاسة السيد محمد الجرحي وضو مجلس الإدارة برنامج أعداد مميز لمجموعة المتطوعين من شباب أعضاء النادي الأهلي والتي سيتم اختيارها بناء على طلبات التطوع في البطولتين وتم فتح الباب أمام الشباب من أعضاء النادي من الجنتين للتطوع أثناء البطولتين ويستمر التقدم حتى يوم الأربعة 14 فضايا الأرجاري وحددت اللجنة سروط التطوع خلال البطولتين بأن يكون مقصورا على أعضاء النادي إلى جانب إغادة إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية بالإضافة إلى الخبرات السابقة في تنظيم الأحداث الرياضية نجح يوسف عبد العزيز لعب الأهلي ومنطقة بنصر لتنس الطولة تحت 18 سنة حرف بألمانيا في الفوض بالمركز الثالث على العالم لنهايات بطولة أفضل 16 لعباً في 2017 التي أقيمت في لوكسنبورغ خلال شهر فبراير الجاري جاء فوض يوسف بالمركز الثالث على العالم بعد تغلبه على الأمريكي كانك المصنف الأول والهندي كريستيان المصنف الثاني في محتلة تنظيم لتهومار وهيشام لعبة الأهلي ومنطقة بنصر المركز الثاني عشر في البطولة يذكر أن الثنائي يوسف ومروى سيمثلان الأهلي ضمن صفوف منطقة بنصر خلال مشاركته في أولمبياد الشباب القادمة توجه الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي مساء أمس الجمعة ببطولة منطقة القاهرة على حساب الجزيرة في المباراة التي جمعت ألف فريقين على صالح الأمير عبدالله الفيصل والتي حسمها الأهلي بنتيجة 86 ل73 نتابع في التقرير التالي ردود أفعال أمير أهلي بعد التطوير بالبطولة مبروك علينا كلنا ومبروك عليهم مجهود رائع النهاردة ومباراة جميلة ودايما كده في تتواجد دائما لنا دينا هدفنا من الأول الانتخابات نحن ندعم كل الألعاب اللي عندنا وشايفين إن في استجابة والناس فرحانة بالتواجد وإن شاء الله في تقدم السمر بإذن الله دائما هو الباسكت السيدات النادي يعني فريق مميز دائما بيقى في الصدارة ودايما برقم واحد ليس واخدين دوري مرتبط يعني فالحمد لله برضو النهاردة للمنطقة القاهرة وإن شاء الله بإذن الله بقى أفرقيا وإن شاء الله هو فريق مميز ودايما بيبقى في الصدارة دورنا لازم نكون متواجدين معاهم لازم نكون في ظهرهم ونشجعهم ولو في أي حاجة أو أي مطالب مشاكل عندهم لازم نبقى في ظهرهم لأن في النهاية كل الفرق اللي بتمثل النادي الأهلي ده واجب علينا أن نكون في ظهرها أي فريق بمثل النادي بأحمل اسم النادي هو في النهاية لما نيجي نقول مبادئ الأهلي أو روح الفنالة الحمرة ده بيبقى في كل الألعاب يعني مش بس كرة القدم يعني إن شاء الله ربنا أكرمهم دايماً حاجة هيلة ما شاء الله كان فيه مجهود يعني روح الفنالة الحمرة هي اللي كتبشة طول الأشواط حتى مساعات الجاب كان مبقى وقرب شوية بيننا وبين فريق الجزيرة كان برضو كنا بنحس دايماً بطلاتنا هم اللي ليهم الإيد العلياً فالحمد لله دايماً زي كل البطولات دايماً يكون لها رقم واحد الحمد لله على المكسب والفنبروك للإينا والبنات والمجلس إدارة وجمهور النادي العلي بطولة كانت غيبة بقالة كتير يا كريم عايز بس أقول للناس إن إحنا البطولة دي مش بطولة السنة اللي فاتت بطولة السنة قبل اللي فاتت تكملت السنة اللي فاتت خسرنا البطولة دي من ندي جزيرة بونت على أرضنا البطولة بقالة كتير غيبة كنت حريص إن إحنا نرجع البطولة دي للنادي العلي تاني وندي يعني زي ما نتفين ندي البطولة التانية عندنا في الموسم الحمد لله توفقنا كنا متحضرين كويس للجيم لعبنا جزيرة في الدوري كتير لعبنا في دور المرتوط مرتين فالحمد لله كنا محضرين لهم كويس ومتفرجين على الفيديو كويس مقطعين لهم شغلهم البنات كانوا مركزين في الأول كان فيه هادزة شوية في الأول لكن بسرعة تدركنا الموقف بدأنا نضغط عليهم من أول الملعب لعبنا فول كورت بريس من الأول الملعب بعد ذلك رجعنا هاف كورت بريس الحمد لله توفقنا وكمان جرينا عليهم فالباسل بريك وده اللي عمل للسكور مش عايزوا بالبنات تدلعوا ده كان عادة يعني الجيم كان فتح عشرين بونت بعد كده رجع تاني عملنا الحمد لله روتيشن على البنات كلها ومش الجيم الحمد لله زي ما احنا كنا مرسمين الحمد لله رب لنا هاخد الكلمة الشعيرة بتاع كابتل الخطيب والمسج اللي وصلها لنا في يوم التكريم النهاردة سيبهم يفرحوا بس البطولة خلصت خلاص احنا هتسجلش في التاريخ من دلوقتي حالا خلاص التاريخ كاته من الندل عليه هو بطل منطقة الكاهيرة بكرة راحة من بعد بكرة احنا بنتحضر لدوري السوبر وده الهدف يعني فربنا يكرم إن شاء الله وأول بطولة مرتبط خلصت منطقة خلصت من بكرة خلاص احنا نسينا بطولة للمنطقة إن شاء الله ونركز في الدوري بإذن الله أنا طبعا مبسوطة جدا إن إحنا الحمد لله إخدنا البطولة دي بقالنا كثير ما أخدناهاش طبعا عايزة أشكر أول حاجة الجهاز الفني وكل زملائتي في الفرقة علشان إحنا فعلا تعبنا وعملنا مجود كبير والحمد لله ربنا كافئنا بإن إحنا ناخد البطولة طبعا إحنا عملنا ميتنج قبل المطش وكلمنا على نقط ضعف ونقط قوة الفرقة التانية وكان أهم حاجة إن إحنا نعملها إن إحنا نجري على الفاس بيك وإن إحنا نبص على الإنسايد علشان علشان السكور بتاعنا يفرق وطبعا أهم حاجة الديفنس أول حاجة طبعا ألف مبروك لكل جمهور النادي الأهلي ولينا وأولياء أمورنا وجاز الفني والطبي والإداري وطبعا ماتش مبارح عمتها البطولة كانت صعبة جدا هو كمان كان بقالها فترة كتير قوي غيبة عن النادي والحمد لله دادنا إن إحنا نرجحها تاني النادي الأهلي فأكيد طبعا ماتش مبارح كانت تقيل بس إحنا كنا مصرين على الفوز ومصرين إن إحنا كنا نرجع البطولة دي النادي تاني الحمد لله موسيقى 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 سوف يبدأ عملية اعادة التأهيل اليوم السبت وسيتم اعادة تقيم حالته بعد اسبوعين على ان يعود لتجربات الفريق بعد حوالي شهر يأتي ذلك على عكس التقارير التي دعت زعمة امس ان غلام قد يغيب عن الملاعب لمدة عام وان ادارة نابولي بدأت في التحرك مع البديل عدى اللاعب الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم نادي برسلونة الاسباني لقائمة الفريق الكتالوني مرة اخرى بعد غياب الاصابة لمدة شهر استعدادا لمواجهة ختافي بمن منافسات الجولة 23 من الدوري الاسباني الاحد وكان ديمبلي تعرض للاصابة في مباراة فريقه امام ريال سوسيداد على ملعب الانويتا مطلع الشهر الماضي مما جعله يغيب عن صفوف الفريق لمدة شهر وتعتبر هذه الاصابة الثانية التي يتعرض لها الدولي الفرنسي بعد تعرضه للاصابة في الفخذ امام ختافي بالجولة الرابعة من الليجة الاسبانية والتي تسببت في غيابه لمدة ثلاثة اشهر ونصف وشهدت القائمة غيابة من كل من المدافع البلجيكي توماس بورمايلين للاصابة والفرنسي سامويل اوميتيتي للإيقاف بالاضافة الى اندري جوميز ودينيس وارز بسبب قرار يعود الى الجهاز الفني ارنسو بالبردي موسيقى 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 وإلى متابعة اخبار الاهلي في الصحف والمواقع ونبدأ بالاهرام البدري يواصل تحكيم الارقام ويحذر لعب الاهلي موسيقى موسيقى الجمهورية قبل العودة من المقام المقاولون اشغال شقة في الاهلي موسيقى المسا البدري لا وقت للمغابرات موسيقى ومع الاخبار الاهلي يبحث عن فوز جديد امام زئاب الجبل موسيقى موسيقى اما جريدة الوطن الاهلي يستبعد معلول واشرف من موقعة المقاولون الثانية موسيقى ومع جريدة الشروق مكافأة ايجادة للعب الاهلي بعد ثلاثية المقاولون موسيقى موسيقى اما جريدة بيتو الاهلي يبحث محمد هاني تبديا قبل الميران المساقى موسيقى ومع موقع يلا كورا الاهلي الحديث عن حسن الدوري يضر الفريق موسيقى موسيقى وموقع في الجول ربيعة يستمر في المنية لمدة اربعة اسابيع موسيقى موسيقى اخر خبر معنا النهاردة حتى القاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى